أنه أبسط حقوق النادي الأهلي هو اللي قاله كابتن سيد عبد الحفيز مبارح أنه يكون الحكام اللي بتدير مباريات النادي الأهلي على قدر كبير من الاحترافية حكام دوليين مع كامل الاحترام لكل حكام بس على ما بياخد الحكام الشرط دولية دي فيها خبرة كبيرة قوي والنادي الأهلي مش نادي صغير ده نادي الأكبر في إفريقيا وإن لم يكن الأكبر كمان في الوطن العربي كله وطبعاً احنا نتكلم على بطل أفريقيا ما ينفعش أبداً أن أنا أجيب حكام مش على قدر النادي الأهلي هي اللي تدير المباريات خليني كما أنا أقول لحضراتكم أنه إدارة النادي الأهلي أرسلت النهاردة الصبح خطاب لتحاد الكورة المصري بتطالب فيه بالتدخل الفوري لإيقاف الأخطاء التحكمية الفجة وغير المبررة واللي طبعاً اتسببت في عرقالة مسيرة الأهلي وحرمانه من حقوقه المشروعة في المباريات السابعة وأكد النادي في خطابه أن الأخطاء التحكمية اللي شهدتها بعد مباريات الأهلي في الدوري لم تقتصر فقط على حكام الساحة ولكن امتدت كمان الأمر كمان امتد لحد حكام طبعاً الفار اللي هو طبعاً بيتم إلغاء أهداف صحيحة شفناها عدم احتساب ضربات جزاء شرعية بالإضافة لاستبعاد الحكام الدوليين من إدارة غالبية مباريات الأهلي في تصرف غير مفهوم جي في الخطاب كمان أن النادي الأهلي لم يكن يرغب كعادته في التعقيب على أداء التحكم المصري ولكن الأخطاء التحكمية الأخيرة والمتكررة واللي أصطرت في نتائج بعض المباريات بشكل مباشر زي ما حصل في طبعاً مباراة ودي دجلة ومباراة البنك الأهلي واللي شهدوا أخطاء غير مقبولة سواء من حكام الساحة أو من حكام الفار طبعاً دفعت النادي لهذه المخطبة العاجلة حرصاً على مبدأ تكافؤ الفرص